يا صباح الخير والصحة والسعادة والجمال على أحلى مشاهدين في الدنيا مشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج ترند أحلى صباح على أحلى مشاهدين في الدنيا وجمعة مباركة عليكم وإن شاء الله يومنا كده يكون يوم تفاقل ويوم توفيق ويوم نجاح إن شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مختلفة وموضوع شيط مميز جدا باستمرار كده كلنا بنسمع مقولة بتتردد كثيرا وهي واثق الخطى يمشي ملكا واثق الخطى يمشي ملكا مش مجرد عبارة ولكن تحمل معاني وتفاصيل كتير جدا يا ترى إزاي أن أنا أكون إنسان واثق في نفسي إزاي أن أنا أتصف بالصفة دي إزاي أن أنا أقضي على كل المعاوقات اللي ممكن تعوك ثقتي بنفسي ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنترح فيه العديد من المحاور وهنكشف العديد من الأسرار عن الثقاء بالنفس وشرفني يكون معايا في حلقة النهاردة دكتور أحمد صبحي رئيس قسم الصحة النفسية بعيادات رايتوي بالأسكندرية دكتور أحمد أهلا نصال أهلا بك أهلا بك أهلا بك أستاذ المشاهدين أهلا نصال عايزين نعرف يا دكتور أحمد كتير جدا جدا مننا بيعاني من مشكلة كبيرة جدا وهي أنه مش واثق في قدراته مش واثق في نفسه عايزين نعرف تأول يعني إيه الثقة بالنفس تماما الثقة بالنفس لو حبيت أحاول أعدلها أو أناميها عندي لازم أعمل تعريف أو أفهم يعني إيه الثقة بالنفس الثقة بالنفس بمفهوم بسيط هي أني أؤمن بما أملك من قدرات وإمكانيات بمعنى أن الثقة بالنفس هي إيمان الفرض بقدراته وإمكانياته وإنه هو اللي يحط الخطط اللي هيتبعها فيما بعد لأي هدف أي أن كان اللي يحب يوصلني فأنا هنا لو حبيت أثق في نفسي وقول ليه الثقة بالنفس ضرورية فهي ضرورية لأننا بدونها مش هقدر أحط أو هتمكن من إمكانياتي قدراتي أو هستق في أننا فعلا في يوم من الأيام هيبقى عندي إمكانيات وقدرات أوصل بيها للنجاح أوصل بيها لأننا أنفذ الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها دي طيب كتير جدا مننا بيعاني من جزئية أنه هو مش بيبقى فاهم الفرق ما بين الثقة بالنفس والفرق ما بين التقبر كتير جدا مننا بيكون واثب في نفسه لكن بيجد اتهامات من الآخرين أن الشخص ده شخص غير متواضع أن الشخص ده شخص مغرور إزاي نقدر نفرق ما بين الثقة بالنفس والغرور في مقولة بتقول أن بين الثقة بالنفس والغرور شعر والمقولة دي أنا من وجهة نظري مقولة خطأ جدا لأن بين الثقة بالنفس والغرور أميال تقدر تمشيها ليه؟ الواثق بنفسه مش سهل أنه يبقى مغرور والمغرور صعب جدا أنه يبقى في يوم الأيام يتصف بالثقة بالنفس الشخص المغرور لا يتقبل النقد ما بيقبلش أي نقد أيا كان النقد ده بناء غير بناء ما بيقبلوش الواثق بنفسه ممكن في يوم الأيام لو على سبيل المثال مثلا ترينر محاضر بيحاضر فهو بعد ما بيخلص المحاضرة بتاعته بيبدأ يستقبل الانتقاد البناء علشان يحاول بعد كده يعدل بنفسه وده حاجة مهمة جدا فرق كبير أو بين الواثق من نفسه والشخص المغرور الشخص المغرور لا يتقبل النقد الشخص المغرور لا يتقبل أن أي شخص قدامه يبقى أعلى منه علميا بقى عمليا أيا كان الشخص الواثق بنفسه يتقبل النقد الشخص الواثق بنفسه بيفرح أو لما يشوف الشخص تاني أكبر منه علشان يحاول أن هو يوصل له فرق كبير جدا بنده وده ما فيش بينهم شعرة زي ما يقال لا 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 في بينهم أميال طويلة جدا إذن نقدر نقول أن الشخص الواثق في نفسه هو الشخص الممكن أن هو يتقبل الإنتقاد هو شخص الممكن يصحح المصار إذا أخطأ طيب خلينا نقول كده أن دايما الشخص الواثق في نفسه بيكون لي صفات بيكون لي منهج وخطة بيسير عليها يا ترى إيه أهم الصفات اللي بيتصف بيها الشخص الواثق في نفسه يعني إيه الصفات اللي أنا أشوفها في الشخص ده أعرف إن الشخص ده غير متكابر وإنما واثق في نفسه خلينا نحط مثال بسيط جدا وهو مثال ده هنفرق به بين شخصين الشخص الأول شخص غير واثق بنفسه ولكن كل أسرته كل الجيران كل الناس اللي حواليه بتحاول تعدله بتحاول تأهله بتحاول تساعده إنه هو ينجح وشخص تاني واثق بنفسه وللأسف ما فيش أي عوامل مساعدة بتحاول إنه يتوصله للنجاح عندنا شخصين الشخص الأول غير واثق بنفسه بس كل الناس اللي حواليه عايزت إيه تنجحه الشخص التاني واثق بنفسه وكل الناس اللي حواليه متجهلين ومش عايزين يساعدوهم هو مش هما مش معاه على الكارير ده أو في نفس النطاق بتاعه ده فلو قلنا من الاتنين في يوم من الأيام نجحه منها يقدر يثبت في النجاح ده الشخص الغير واثق بنفسه ولا الشخص الواثق بنفسه أكيد الواثق في نفسه لأن الشخص الواثق بنفسه قدر يتعب أو تعب بصورة قوية جدا عشان يوصل للنجاح ده أما الشخص الغير واثق بنفسه هو العوامل المساعدة هي اللي وصلته للنجاح ده فلما الاتنين هيوصلوا للقمة فده كان عنده المادة أو المعرفة اللي تأهله يكمل وده منتظر أي حد يساعده فمن أهم صفات الشخص الواثق بنفسه أن هو بيعتمد في المقام الأول على نفسه بيعتمد في المقام الأول على أن هو عنده إيه؟ إيه اللي بيملكه؟ دي حاجة مهمة جدا عند الشخص الواثق بنفسه ويفتقدها ومفتقرها الشخص الغير واثق بنفسه الشخص الواثق بنفسه دايما يقول أنا عندي واحد اتنين تلاتة ولما بيبدأ يحدد التلات حاجات دول أو الأربع أيا كان بيبدأ يقول إزاي أقدر أستخدمهم فيما بعد الشخص الغير واثق بنفسه هو أصلا لا يملك الواحد اتنين تلاتة اللي احنا قلنا عليهم هو مش شايف في نفسه المؤهلات اللي توصلوا للنجاح مش شايف في نفسه المؤهلات اللي توصلوا اجتماعيا لأنه يتكلم مع حد شايف نفسه أقل من الناس شايف نفسه أقل من البيئة المحيطة بي طب خلينا كده نسأل سؤال يعني من أين تأتي الثقة بالنفس هل بتأتي من جوة الإنسان ولا من البيئة أو الأشخاص المحيطة بي طيب علشان أقول من أين تأتي الثقة بالنفس لازم الأول أربط الثقة بالنفس بالعقل ليه أربط الثقة بالنفس بالعقل لأن العقل احنا كلنا عارفين أن العقل هو المسؤول عن دخول المعلومات في الدماغ هو المسؤولة عن فلترة المعلومات هو المسؤولة عن القرارات اللي انت بتطلع والثقة بالنفس أو النفس هي المسؤولة أصلاً أو هو الحاجة اللي حوالك وجنبك بتديك المعلومات دي هي الشيء اللي جنبك يقولك إما هتقدر توصل أو مش هتوصل هتقدر تتكلم مع ده مش هتقدر تتكلم مع ده والعقل هو عبارة عن منفذ فخلينا نجيب شخصين الشخص الأول يفتكر للثقة بالنفس برضه افتكر للثقة بالنفس لأنه ما عندهش المادة العلمية الكافية في دماغه تأهله لأنه يقدر يقف في يوم الأيام قدام الناس ويتكلم معهم بكل قوة ويستخدم ثقته بنفسه بمعنى أن أنا علشان أوصل للثقة بالنفس لازم أوصل للمعرفة الكافية في عقلي تنجحني للوصول بالثقة بالنفس طيب خلينا نقول إن فيما أقولها بتقول إذا انتظرت تقدير من الآخرين ستصاب إحباط تاني هل يمكن للشخص الواثق في نفسه أنه يتأثر بكلام الآخرين؟ تأثر بكلام الآخرين ده شيء ما نقدرش نتجاهله لا أنا ببقى محتاج في يوم من الأيام أن أنا لما أعمل حاجة أو أنجح في مكان ما محتاج تقييم تقييم وشكر دائما يقول لك السناء هو أول باب من بيبان النجاح في العلاقة بين شخصين علشان أنجح في العلاقة دي لازم أسني على الشخص اللي قدامي ده ودائما في علوم الإدارة يقول لك إيه علشان تنجح في أنك تفتح الباب بتاع المدير لازم إيه تشكره فأنا كشخص عايز أوصل لحاجة معينة أو وصلت لها بالفعل ببقى محتاج السناء طب هو لو مش موجود لا هو مش موجود يعني أنا لو دلوقتي عايز أوصل لحاجة معينة ومحتاج أن أي حد يشكرني وما حصلش ده إيه اللي يحصل؟ هقف مكاني عشان محتاج السناء ده ولا لأ؟ عنده ده في علم النفس يقول لك لأ أي حاجة أنت مش بتلاقيها من العوامر الخارجية خدها من العوامر الداخلية عندك بمعنى أنت لو ما لقيتش حد يشكرك اشكر نفسك لو ما لقيتش حد يديك الهدية على الحاجة اللي أنت عملتها اعطي الهدية لنفسك فما تنتظرش من حد أن هو يعمل حاجة لأن انت لو انتظرت الحاجة دي من شخص معين أيا كان وما جاتش الحاجة دي إذن أنت وقفت أو عملت عملية تصفية عقلية لدماغك إما تيجي الحاجة دي ما مش هكمل طيب خلينا نقولي أن الثقة بالنفس أو الأشخاص اللي بتبقى حبة أنها تثق في نفسها بيقابلها أحيانا بعض المعاوقات فإيه أبرز المعاوقات اللي ممكن تقابل أي إنسان عادي فتعوقوا عن أنه هو يكون إنسان واثق في نفسه عشان نقدر نساعد السادة المشاهدين على أن هم يكتسبوا ثقاتهم بنفسه ماشي جميل مبدئيا خلينا نقول قصة بسيطة جدا القصة دي بتحكي عن شخص الشخص دي كان معاه مفاتيح بيته فوقعت منه في البيت أول ما وقعت المفاتيح دي النور قطع فهو قال بدل ما أدور على المفاتيح دي والنور قطع هتعب نفسي وهجهد نفسي أنا هعمل حاجة كويسة جدا أنا أطلع برا البيت ودور على المفاتيح دي برا فأكيد فيه نور برا ممكن ألاقيها لما طلع برا علشان يدور على المفاتيح دي فبدأت الناس تسأل أنت بتعمل إيه أنا بدور على المفاتيح طيب وإحنا ممكن نساعدك وندور عليك عليها معاك إيه اللي حصل دلوقتي هو بيدور في مكان غلط صح؟ بس اللي حصل منه أو من الناس اللي حواليه إن دي عوامل مساعدة جاية تساعده فين؟ في المكان الغلط هو دللي بيحصل معنا أوقات كتير جدا بتبقى المشكلة عندنا إحنا وجوانا إحنا وبنحاول ندور على الحل برا فالمشكلة عندي كشخص إن أنا لما بيحصل أي دروب أو يحصل أي مشكلة أيا كانت بحاول أجري على أي حد من برا إن هو يساعدني في حل المشكلة دي وللأسف الحل في الأول وفي الأخير لازم يبقى عند الشخص لازم هو يقتنع به حتى إنت لو قلت له على الحل لازم يقولك أنا مقتنع به لكن ممكن يهزي لك رأسك ده وقولك أنا آه آه ماشي لو ما اقتنعش به فللأسف مش هيعمل به فالفكر عندي إن أنا أول حاجة إن أنا أقتنع إن الحل عندي أنا حتى لو أي حد بيدهولي لازم أنا أقتنع به لازم أنا لأقول آه أو لا للأسف أول مشكلة من مشكلات ضعف الثقة بالنفس عدم ما قولت لا عدم ما قولت لا للشخص الأه بيبقى صعبة عليها إنها تقول خايفة صح مش قادر أقول للشخص ده مش هكلمك مش هادر أقول للشخص ده مش هاجم عاك المشوردة مع إني مجهد وتعبان مش قادر أقولي ده فكلمة لا عدم ما قولت أو عدم ردع بكلمة لا صعب جدا وما يقولهاش غير الشخص الواثق بنفسه فأول مرحلة من مراحل الثقة بالنفس هو إن أنا أعرف إن كل المشكلات دي أو كل المشكلات اللي أتقابلني حلولها عندي أنا في المقام الأول والأخير وهنا نوصل لجزئية من جزئية لا لفن اختيار القرار إن أنا أكون قادر على صنع القرار في الوقت المناسب طيب خلينا كده برضو نسأل سؤال يعني هو موجود معنا دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك إن في حد بيسأل إن إحنا دلوقتي عندنا الثقة بالنفس والثقة بالذات إيه الفرق ما بين النفس والذات؟ تمام النفس إحنا قلنا عليه عرفناها من شوية إن هي العامل المساعد أو العامل اللي بيديك الأوامر واللي أنت بتبدأ بعد كده تنفذها أما الذات هي الشخصية اللي بتبنى عند الفرض بتبنى إزاي؟ بتبنى بواسطة النفس والروح بمعنى النفس والعقل عفوا بمعنى إن أنا دلوقتي لو معي لو عندي عقل وعندي نفس اللي اتنين دول بيبدأوا يدخلوا معلومات للدماغ بيبدأوا يعملوا شخصية أو بيبنوا شخصية عند الفرض أول ما بتبدأ الشخصية دي بتبنى فبيبقى عندي دلوقتي الجسد وشخصية بص تلاقي فيه شخص لما بيجي يمشي بيبقى منحني ظهره منحني شخص تاني لما بيجي يمشي بيبقى واقف ظهره مفروض فيه شخص لما بيجي يتكلم مع الناس بيستخدم الباطلانجوش بتاعه فيه شخص تاني لما بيجي يتكلم مع الناس ما بيعرفش يستخدم الباطلانجوش بتاعه فيه شخص لما بيجي يتكلم مع الناس بيبقى متوتر دي سمة من سمات الشخصية دي خلاص أصبح أصبح يعني إيه بيتصف ديه بذاته الزات هي عبارة عن كل ما يتلخص من خبرات في العقل وفي النفس النفس والعقل بيصبوا في النهاية على الزات بمعنى أن اللي هقدر أكتسبه من معرفة واللي هقدر أكتسبه من عوامل مؤثرة على ثقة بنفسي اللي اتنين دول هيوصلوا في الآخر لذاتي والجسد اللي أنا بقف فيه قدام الناس ده وهيباني علي كل ده في النهاية قدام الأشخاص يعني خليقون أن لغة الجسد كمان مرتبطة بالثقة بالنفس إن الإنسان الواثق في نفسه ليه تحرقاته ليه أسلوب في الكلام وليه صفاته والإنسان الغير واثق في نفسه من تحرقاته من طريقة كلامه أقدر أحكم عليه أنه هو غير واثق في نفسه وبيبقى واضح الموضوع ده قدامنا وبيباني كتير جدا بص تلاقي الشخص الغير واثق في نفسه لما يجي يتكلم مع حد تلاقي نفسه صوت قطع تلاقي بدأ صوته يحتز إن هو خلاص ما عادش النفس بيدخل فما فيش صوت طالع تبص تلاقي هو بيتكلم مع حد مش باصص لعينه فلما تيجي تفرق بين الواثق بنفسه والغير واثق بنفسه في الكلام سهل جدا أنك تطلعه الغير واثق بنفسه ما يبصلكش في عينك الغير واثق بنفسه بيتكلم مهتز خايف يطلع الجملة خايف يقول الكلام بصورة ممكن صحها غلط أنا خايف أقول كده ممكن يطلع كلامه في النهاية فكل دي أفكار بتخش في دماغه كل دي مخاوف بتوصل للدماغ فبالتالي المادة العلمية أصلا كلها بتضيع منه لأنه وفاتح فلدر خوف زي لما احنا كده بنجي نقول إن في طالب يكون مكتهج جدا ومذاكر مذاكر بشكل كويس جدا وأول ما يدخل الامتحان من الرهبة والخوف وإن هو مش واثق في قدراته على الرغم من الامتحان ممكن يكون سهل إلا إن هو بيفقد كل المعلومات أه تكلمنا دي برضو في حلقة قبل كده عن الموضوع بتاع الخوف ده وإزاي إن أنا لما بدخل الامتحان بنسى المادة العلمية هل ده يندرك تحت عدم الثقة بالنفس؟ هو أول مفهوم أو أول فكرة بتدخلك هي إيه؟ أنا خايف أقع أنا خايف أسقط فده كله ناتج عن إيه؟ عن ضعف الثقة بالنفس أنا لو وصلت بنفسي أول كلمة بقولها لنفسي أنا عارف هوصل لإيه فكلمة أنا عارف هوصل لإيه دي أنت أزحت السطار عن دماغك وعن ما يسمى بالضباب العقلي إيه هو الضباب العقلي؟ إن كل معلومة في دماغك حضرتك حاطت عليها بالشبورة كل معلومة في دماغك أنت عايز تقولها أنا هنجح بس مش هوسك هنجح ولا لأ أنا هوصل لإيه أنا عايزه بس مش عارف هوصل ولا لأ فأنت بتحط المعلومة وعامل عملية تشويش آه ولا لأ آه ولا لأ دي خلاص أنت فخلاص أنت كده أنت بتوصل العقل أنه هو يبدأ يستنتك كم مترد آه يبدأ يستنتك بقى وهو يستنتك ما شاء الله بكمية معلومات لا حصلة لها يعني إذن أعزائي المشاهدين التردد والقلق هو أحد الأسباب اللي بتصحب عدم الثقة بالنفس ويكون من أهم الأسباب طب يمكن استفضنا دلوقتي في الحديث في الحديث عن الثقة بالنفس وعن معوقات الثقة بالنفس وعن صفات الشخص الواثق في نفسه وصفات الشخص الغير واثق في نفسه طب الحلول إزاي ممكن نحول الشخص الغير واثق في نفسه لشخص واثق في نفسه خليني نقول أن من أهم صفات الشخص الغير واثق في نفسه أنه لما بيبتلى بشيء معين قرب أيا كان القرب ده أو الابتلاء ده طبص تلاقيه ووقف مكانه أنا مش هكمل أنا مش هعمل أنا مش هوصل في يوم من الأيام كان فيه شخص الشخص ده شاف شرنقة بيطلع منها فراشة فعجبوا الموقف قوي وعجبوا الفكرة قوي فقعد ينتظر الفراشة أن هي تطلع فما طلعتش فضلت في وسط الشرنقة كده نصها بره ونصها جوه فالشخص ده حاب يساعد الفراشة دي فقام شديدها من الشرنقة فللأسف الفراشة دي وقعت على الأرض واتحكم عليها بالإعدام أن هي تموت لأن للأسف من قدرة ربنا عز وجل أنه هو بيحط في الشرنقة دي المادة دي لما تبدأ الفراشة تطلع من مكانها لما تبدأ الفراشة تطلع من الشرنقة المادة دي بتأول جناح فهو كل اللي عمله إيه؟ طلع الفراشة من الشرنقة دي ففضل جناحها ضعيف فاتحكم عليها دايما أن هي تفضل على الأرض الحد ما تموت هو ده اللي بيحصل معنا إن أوقات الله عز وجل بيحطك في ابتلاءات علشان يقيس عليها بعد كده أنت هتصبر قد إيه؟ يعني يحطك في ابتلاء وينتظر أنت هتصبر في الابتلاء ده قد إيه؟ يحطك في بعض المواقف الصعبة وينتظر أنت هترجع له إمتى؟ يحطك في بعض المشكلات بينك وبين أصدقائك عشان يفلطر العلاقات بينك وبينهم يشوف مين اللي يكمل معاك ومين اللي ما يكملش معاك فأنا أول قعدة وقعدة مهمة جدا أن مهما كان الابتلاء فأنا أخده عامل مساعد ليا يوصلني للنجاح مش عامل عائق ليا أقول إيش معنى أنا اللي بيحصل لي كده وإيش معنى غيري ما بيحصلوش كده صحيح خلينا نقول برضو أن من أهم الأسباب للثقة بالنفس هي أن إحنا نسمع حكايات الأشخاص الملهمين ويعني صانعي النجاح ولما بنتكلم عن صانعي النجاح فإحنا الحقيقة بنفتقد حتى معنا زميل العزيز في الأستوديو أستاذ محمد أبو غزالة اللي يعني بيشرفنا أنه هو دلوقتي معنا على الخط وهو أحد من صنعوا النجاح في مجالهم المتخصص وهم جال الأمن والحراسات أستاذ محمد صباح الخير صباح الخير أسلام رحمة الله صباح الخير صباح الخير عليكم جميعا والله صباح النجاح بنفتقدك والله في الأستوديو أستاذ محمد حبيب حبيب أصب عبر رحمان والله معلش غزبين عنهم قلدي متعشين في صوت الوقت يعملون زي لا ألف سلام علي أنت أخبرت عدتك حلقة جميلة منتباحة معاكم وأكملين عجبني الموضوع فقلت خش أعلق معاكم كده عايزين نعرف رؤيك إيه في الثقة بالنفس والأشخاص الغير وثقة في نفسها والموضوع اللي دكتور أحمد اتبه أنه هو يستفيد في الحديث فيه أنا والله شايف أن موضوع الثقة بالنفس ده موضوع مهم جدا 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 عشان هو مرتبط بالنجاح يعني ما كيش بني آدم ناجح أتلاقيه مش وافق في نفسه يعني أنا شايف أنه الثقة الثقة دي عمل أساسي من أسباب النجاح اللي موجودة للبني آدم معايا فلو البني آدم مش وافق لنفسه ومعندوش الثقة بالنفس مش هيعرف يشتغل مش هيعرف يعني يعمل حاجة في حياته ومش هيقدر يعمل أي هدف في الكلمة وزي ما الدكتور كان بيقول من شوية تمام أنه في عوامل الثقة في أسباب أنه البني آدم يدي نفسه ليها الثقة معلش أنا شوتي مش قادر أتكلم معاكم بس يعني كمين عجبني الموضوع فقلت إيه أخش أعلق معاكم على الحاجة دي لا إحنا بنشكرك جدا على مداخلتك يا أستاذ محمد وخالص تمنياتنا لحضرتك بالشفاء العجل وإن شاء الله تنورنا الإسبوع الجاي بإذن الله يتعالى بنشكرك جدا زي ما أستاذ محمد وزي عندنا مصر مليانة قصص كتير وأشخاص كتير قدروا أن هم يلهمونا بقصص نجاحهم فشايف التعرض أو التعرف على قصص وصفات الأشخاص الناجحين والتعرض لتجاربهم أحد الأسباب اللي ممكن تولد الثقة بالنفس عند الشباب من أهم العوامل فعلا اللي بتولد الثقة بالنفس هي عملية المحاكاة يعني إيه المحاكاة؟ في بعض العناصر أو بعض الرموز الناجحة اللي أقدر في يوم من أيام أن أنا أشوفها وتمنى أن أنا أوصل لللي وصلوا له وحاول يعني أعمل عملية محاكاة بيني وبين الشخص ده إزاي هو وصل؟ إزاي هو نجح؟ وببدأ أمشي على الخطة بتاعتهم إما أن أنا أخذ منه معلومة إما أن أنا أعرف معلومة عن طريق حد تاني إزاي هو وصل كده؟ إزاي تعب في المشوار ده؟ فبيأثر علي الوصول اللي أنا أعايزه بس طبعا فعلا ده عامل مساعد جدا ومهم جدا هو هو إن أنا لما أشوف شخص ناجح أحاول أوصل لللي هو وصل له يمكن الشعر المتنبي هو أحد الشعراء العظماء كان ليه شعر حلوة أو يقول إيه أنا من نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به سمم هنا معنى جميل جدا إنه هو بيفخر وبيعتز بثقته بنفسه في كتاباته أو في الأدب اللي هو بيكتبه لدرجة إنه هو بدأ يبالغ ويقول إن الأعمى الذي لا يبصر نظر إلى أدبه وإن كلماته أسمعت حتى الشخص الأصم المش بيسمع فخلينا كده في النهاية نبتدي نوجه بعض النصائح للشباب إزاي إن أنا أقدر أثق في نفسي علشان أقدر أوصل للنجاح خلينا نقول كلمة أتمنى من السادة المشاهدين إن هم كلهم يكتبوها إن الثقة بالنفس ليست ثروة تورس من شخص لآخر إنما هي حرفة لو أتقنتها هتفوز بيها بمعنى الثقة بالنفس أنا مش هورسها عن أب أو أم أو أخ الثقة بالنفس هي حرفة بالضبط زي الحرفة لو أنا أتقنت الحرفة دي هقدر في يوم من الأيام أفوز بيها ما قدرتش تتقن الحرفة دي استحالة في يوم من الأيام هتفوز بيها الثقة بالنفس هي من أهم الأشياء اللي استحالة أي حد يقدر يخليك تكتسبها أنت اللي لازم تبقى على يقين إنك لازم تكتسب الثقة بالنفس دي وأول حاجة تقدر توصلك للنجاح أو للوصول لاكتساب الثقة بالنفس دي لازم تعرف أولاً أنت مين ثانياً عايز إيه وكلمة عايز إيه دي كبيرة جداً أنت محتاج إيه؟ إيه هدفك؟ طيب خلينا نسأل سؤال مهم جداً جداً من الأسئلة برضو اللي جات لنا على السوشيال ميديا دلوقتي المقارنة بيني وبين حد تاني شغال معاه في نفس المجال هل دي حاجة قويسة ممكن تديني ثقة بنفسه؟ هل ممكن تضعف الثقة؟ لا هي ما تضعفش الثقة لو فيها حاجة واحدة بس لو هي المقارنة دي مقارنة بناءة بمعنى أن أنا شايف أن الشخص ده وصل لحاجة قويسة جداً أنا أتمنى أن أنا أصل لها فهنا أصبحت المقارنة بناءة ما فيهاش غدر، ما فيهاش غرور، ما فيهاش حسد، ما فيهاش حقد، ما فيهاش غل طيب اختيار القدوة أو المثل الأعلى في مجالي هل ده من ضمن الأشياء الصحيحة عشان أكون واثق في نفسي وأنجح ولا من الحاجات الخاطئة؟ طيب، بالنسبة للقدوة والمثل الأعلى لأنهم برضو عاملين مساعدين في الثقة بالنفس أو في الوصول للثقة بالنفس أنا علشان أختار قدوة أنا من وجهة نظري أن أنا لما بجي أختار قدوة ما بختارش شخص زي زيه بمعنى أن فيه بعض الأطفال بيقعوا معنوياً ونفسياً وسلوكياً بسبب أنه مختار الأب قدوة ففي يوم من الأيام مثلاً الأب يعلم أنه يصلي فجاء الأب في يوم من الأيام ترك الصلاة لقى الإبن ده لقى الأب ما بيصليش فعمل إيه؟ خلاص وقعت القدوة قدام الطفل فأنا عارف أن القدوة عامل مساعد جداً في بناء الثقة بالنفسة عند الطفل وعند الكبير فأعمل إيه؟ أنا علشان أختار قدوة لإبني بلاش أختار شخص يكاد يصيب أو يخطئ أنا من وجهة نظريه أننا لما مجي الله عليه الصلاة والسلام أننا لما أجي أختار قدوة أختار الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقة طيبة أعرف أن الطفل ده أصلاً أياً كان المجال هبصت تلاقي فيه داخل القيم والمبادئ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمها لنا فلما أخذ قدوة أخذ قدوة للرسول صلى الله عليه وسلم وأطبق على نفسي بعد كده أطبق على الشخص اللي قدامي أو على الطفل يعني فيه مثلاً باللغة العربية بيقولك كل إناء ينضح بما فيه صحيح يعني طلع اللي جواك وبعد كده خل الطفل اللي قدامك أو الشخص اللي قدامك ده يشوفه باللي أنت بتعمله وده خير مثال نختم بفقريتنا أعزائي المشاهدين إن إحنا لازم كلنا نقطدي ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام دكتور أحمد صبحي رئيس قسم الصحة النفسية بعيادات راية ويب الإسكندرية بشكرك شكراً جزيلاً على كل النصائح اللي وجهتها للسادة المشاهدين عفوان يا تنم بنشكرك وإن شاء الله كده يكون لنا أعزائي المشاهدين حلقات متتالية بتيدي نفتح فيها أكتر من موضوع ثقافي فبشكرك على وجودك معنا عفوان يا تنم أعزائي المشاهدين مازالت حلقتنا متواصلة وموضوع شايك وموضوع شائك هنتعرف عليه بعد الفاصل فتابعونا أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وفكرتنا النهاردة هتتردد حوالين سؤال بنسمعه من كل الأمهات أنا ابن عنيف أنا ابني بيجذب أنا ابني عدواني أنا ابني بيعمل سلوكيات كتير جدا 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 ربما تكون غير معتابة يا ترى نقدر نعدل سلوك أطفالنا إزاي ونقدر نحطهم على المصار الصحيح ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي مع دكتور ناجوة السيد أخصائي التربية الخاصة زيك يا دكتور صباح الخير صباح أخبر حضرتك عايزين يا دكتور دلوقتي نعرف كتير جدا من الأمهات بتشتكي بتقول أنا ابني عنيد أنا ابني بيسرق أنا ابني بيجذب علي أنا ابني مش بيسمع الكلام إزاي نبتد إن احنا نعرف الأول إن السلوك ده سلوك غير طبيعي وبالتالي نعالج السلوك ده أولا أنا بشكرك أن أنت أخترت حاجة مهمة جدا 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 أكتر البيوت بتشتكي منها وهي تعديل السلوك بتاع الأطفال أول حاجة ببدأ أن أنا أتكلم فيها أن أنا بحدد المرحلة العمرية بتاعت الطفل عشان أن أنا أشوف إذا كنت لو من قبل أربع سنين أو قبل خمس سنين بيختلف طبعا بالتعديل السلوك لو هو ثمان سنين هو اتناشهر سنة هو خمسشهر سنة نفترض دلوقتي لو إحنا عندنا طفل عنده أربع سنين إزاي أن أنا هعدل السلوك بتاعه المشكلة دلوقتي أن السلوك الأم يعني إحنا بنعتبر كده أن الطفل بيشرب بنعتبر كده زي السفنجة بيشرب الأجابيات والسلبيات من الأب والأم طيب إمتى بقى أن أنا هعدل السلوك بتاعه لو هو دلوقتي نفترض أنه هو بيكتب على الحيطة الأم بقى العصبية لا أنا هشده لا أنا مش خليه يكتب وتعطي زعق في وشه لا أنا مفروض دلوقتي أن أنا أعمله أن أنا أجيب لوحة ألزقها على الحيطة وخليه يرسم لأنه دي مهارات جوة داخلية فهو بيحب أن هو يطلحها ممكن يكون عنده مهارة الرسمة بيحب يرسم اللي هي الشغبطة دي بالنسبة لأ ممكن يكون عنده مهارة داخلية فهو بيحب يطلحها ففيش حاجة قدامه غير أن هي الحيطة فبالتالي أن أنا ما تعصبش عليه ما أقولهوش إيه اللي أنت بتعمله ده وأشتم الألفاظ اللي كلنا يعني بنقولها ونتعصب عليه أن أنا أجيب اللوحة وأن أنا أجيب له ألوان أن أنا أساعده أنمي المهارة دي عنده دي أكتر أولياء الأمور عصبية جدا في موضوع أن أنا أعدل الدنيا دي بالنسبة ل مثلا اللي هو شغبط على الحيطة في حاجة تانية مثلا اللي هو بيزن كتير وبيعيط ومش يعارف هو عايز ده بيبقى طفل عنيد بيبقى فيه دلال زايد بقى كتير ممكن يكون أول طفل كله مدلعه فالدلع بيقلب بقى الضد والضرب مش كل حاجة أن أنا هضرب 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 الضرب بيجيب العدوانية الضرب بيقل الأصدقاء بالأب وبالأم يعني بمعنى أن أنا دلوقتي أما أجي أضربه بياخدش ثقافية عارف بيولد العند يعني خلينا نقول دلوقتي أن في أم أحنا نتعاكب ابنها بالضرب فعلها أضرب تاني وهعيد نفس الفعل لا الضرب مش كل حاجة ضرب 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 لا أنا دلوقتي أنا هعززه بمعنى لو أنا جيت عمل مشكلة دلوقتي هقوله لا بقى أعرف سبب المشكلة مش هجي لطشو على طول مرة واحدة هعرف سبب المشكلة هعرفه أنت ليه عملت كده أخليه يتكلم على قد ما أقدر أن أنا أسمعه بمعنى بقى أن أنا لو عمل غلط هكلمه أنت عملت ليه إيه السبب وبعد كده أعجبه أنا هعجبك النهاردة عشان أنت عملت كذا يعني خلينا نقول كده الرسالة الأولى لأمهاتنا في البيوت اسمعوا أولادكم قبل ما تعالوا أيوة طبعا حتى كمان لو في مشاجرة ما بين الإخوات ممكن قومت لقاها ضربة واحدة والتاني ما بسمع لهوش لأ أنا أجيب الاتنين وأسمع لهم أنت عملت إيه وانت عملت إيه حد فيهم غلط أنا هعجبه هعجبه قدامه علشان التاني ما يحسش برضو أنه هو أقل منه ومش نفس الوقت برضو أن أنا عقاب 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 لا برضو أعزز هقوله لو أنت عملت لو أنت دلوقتي هتقوله منت معين لو أنت عملت الواجب صح كله أنا هديك مثلا هفسحك معي يعني إذن اختيار الثواب آه والعقاب والعقاب أختاري الاتنين أكمل بقى الموضوع أنت مثلا لو أنت عملت الواجب هفسحك معي في أولياء أمور بقى تقوله هفسحك معي وتجذب عليه ما تنفسش الأمش ده بقى بيأخذ أن الطفل لا أنت بتتحكي علي أنت بتجذبي علي أنت مش هتنفزي فبالتالي أنه أنا بقلل الثقة ما بيني وما بين الطفل بالتالي برضو أنه بيحصل لا أنا مش مصدقك أنت مهما ما عملت قدامتي ما تقوليش لازم أأكد على ولي الأمر أنت قلت له هفسحك أنت قلت له هخرجك معي أنت قلت له هجيب لك ولو يكون أي لعبة هو بيحبه ننفز خليك أد الكلمة اللي أنت بتقولها مش أنا هبقى مقصر واستنى ابني يبقى معي العكس يعني أول حاجة كده لكل أمهاتنا المصرية أول حاجة لازم نسمع لأولادنا قبل العكاب حاجة تانية لازم نكون قد الكلام علشان أولادنا ما ياخدوش انطباع خاطئ عننا ويتبرمجوا برمجة سلبية ومن هنا بيتولد بقى العند بيتولد العند زي ما يقلل الأصدقاء ما بين الأب والأم والطفل بيجيب العدوانية بيجيب العنف في الحضانة بقى أو في الدراسة بيجي بقى في موقف تاني بقى ممكن يحصل لو الطفل عمالي ازدنان بقى العنيد عمالي شد بقى في مامته كده وعمالي لطشها أنا مش هاجي أصوت في وشه واسرخ في وشه اسكت بقى انت عصبتيني انت دايقتيني لأ أنا لو تفتكر ايام زمان كده ايام جيلي وجيلا كده كان الأم والأب يبسطنا بسه كده اذا ده احنا عملنا غلط دي كانت تبقى مشكلة صحيح طيب يا دكتور خليني كده من وقع بقى مشاكلنا المصرية احنا دلوقتي معنا مدخلة تليفونية لحد عنده مشكلة ياريت نسمعها نكيد ان احنا نجواب علي مين معنا؟ تفضل مساء الخير مساء نور موحدك وليد اهلا يا وليد تكلمنا مين يا وليد؟ ايه؟ معنا وليد من محافظة الكاهرة اتفضل يا وليد دعاك انا كان عندي ابن عنده مشكلة لضغة في حرف الره بيقرأها ايه يعني عنده لضغة في الحرف ده بالزبط كده فكنت عاوز اعرف ايه الحل طيب هنخلي الدكتور دلوقتي الجميع في مجال تخصص حضرتك ايه طبعا التربية الخاصة مجالها كبير جدا طبعا خليها دلوقتي معلش احنا خرجنا من الموضوع بس خلينا نجاوب على الاستخدام خلاص اكي ماشي ازاي ممكن هو يغير الحرف ده يعني كير مننا اه كبه احنا هندخل في حاجة تلعثم صح كده لدغات لدغات تمام هندخل في شك تاني اللي هو اللدغات هنيجي ندور على السبب الاساسي ان احنا بنفرح قوي اولادنا بيتكلموا لو هو عنده زي ما هو اللي تصال دي الوقتي بيقول بدال الرا يا يقول لك يومان بدلا بيقول كلمة رومان وحنا بنفرح بقى وحنا بنفرح بقى ونفرح بقى ونفرح بقى ونهضر بقى ونتحك كده للأسف بتحصل مشكلة بعد كده ان اللسان بيزبط على الكلام يجي بعد فترة طويلة وبقى بعد خمس سنين ست سنين تلاقي حالات عندها تسع سنين تلاقي حالات واقعية عندهم 24 سنة و25 سنة وجايين بعد العمر ده يصلحوا صوت الرأى احنا كخصائيين بنقول عليها صوت الرأى بنعمل ايه دلوقتي بتأكد ان اللسان بتاعه اللسان مفيش رابط او شانكلة طنج تحت كده مايبقاش في رابط بنتأكد دي اهم حاجة أساسية هو الطنج ده ما بيمنعش الكلام بس بيأثر حاجات بسيطة بالتاني بنعمل معا تمرينات تمرينات اللسان بنطلع لسان جميع الاتجاهات فوق وتاحت بننشط اللسان بنطلعه ونطلعه برا بنعمل تديج جوه المنطقة كريمجي كلها لو عايزيني نشتغل عملي فيش مشكلة اختصار القصة دي ان لازم هم يلجأوا المتخصص ده لا يمارس في الليد بعدين يا دكتور عايز برضه بس لو فيه أم جدعة ممكن تسمع فوديهات بس لو الطفل قدامها هيستجاب هيستجيب ديها ممكن لكن فيه أطفال بقى هنا عايز أثير نقطة في النطاق السؤال ده ان احنا حتى عندنا بعض في أسارنا المصرية بعض الناس بيتخبطها من باب الاتيكيت انها ترقق في بعض الحروف يعني او تفخم بعض الحروف قدام أبناء يعني انا من وجهة نظري شافي ان ايدي كارتا طب ممكن أقفل الصوت عشان هو يفهم ايه التصحيح بعد ما نعملها بعد ما بنعمل التمارين بتاعة النطق اللي هي تماريني اللسان بنبدأ بقى ان انا أعرفه ان طرف اللسان ده بخليه في منطقة بعد الأسنان بشوية وبنعمل تمارين لفوق لتحت لفوق لتحت لو أقدر ان انا أعاون فيش الشكلة مشتغل عملي طيب ان انا اطرف اللسان ده بجيبه بعد الأسنان بشوية بالنص كده تمام تمارين كتير بطلع لساني فوق تحت طبعا هو بيقول صوت را بداله ياء بحوله دلوقتي لياء بطلعه اللام لاني هاكيد يعني مش اكيد ممكن تلاقي بعض الأطفال بتلاقي عندها اللام الراب فانا بحوله بقى للام ان هو ينطق معي اللام ولو لقيته ان هو بينطق معي اللام بندخل على طول على صوت الراب بعد كده بعد تمارين كتير طبعا بديله كلمات في أول الكلمة وفي النص وفي الآخر وجملة بلاقي الدنيا تزبطت معي ممكن في بعض الأوقات ينسى معي بس ما فيش مشكلة اللسان هياخد على الكلام يعني وكل ما بدأ طبعا بدري بزداد في جزء اللي ده غات بيجيب نتيجة أسرعة طيب طبعا الموضوع ده شوي جدا ممكن ان احنا نستغفيد في الفقرات زي اللي احنا طويل طيب خلينا نقول برضو ان دلوقتي عندنا مشكلة ان بعض الأمهات علشان يعني بالبلد كده علشان تبديد انها تتجنب زن أولادها تديهم التابلت الموبايل علشان ما تسمعش صوتهم خلص هل ده صحيح؟ لا بيأثر لا مش صحيح طبعا بيأثر كتير جدا جدا بيدخل بيدخل بقى في مشاكل تانية لو هو نفترض مثلا في الحضونة تلاقيه قاعد في الحضونة سرحان اذا بتومه جري او ان انا هروح لقي ماما حتى التابلت لا انا هروح اشوفه تلاقي المس قاعدة هو في ملكوت والمس في ملكوت تاني ممكن تجي تسأله سؤال يقول لها يبقى متنح طبعا على قد ما ليه التابلت إيجابيات على قد ما ليه سلبيات بس الاكتر سلبيات ان هو بيشتت الانتباه والتركيز بتحس ان هو تايع بيقلل تركيزه جدا 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 بمعنى كمان ان ممكن ماما تطلب منه طلب ولو يكن حبيبي هاتلي خيارية من التلاجة تلاقيه متنح لها ايه بتقول لي ايه كده مش هايز يقول لا وتلاقيه متنح بتقول لي يا ماما او تلاقيه رايح فاتح التلاجة وراجع تاني جايب لها اي حاجة تانية خالص فده بيشتت الانتباه بيقلل التركيز طبعا بالتالي بيحصل في المستوى الدراسي بينزل طبعا الحاجات دي كلها تتراكم بان انا برضو اطمن اديك العلاج طب هلين قول هنا حاجة برضو تمام هلين قولني ده حرمان الطفل حتى من الابداع ان الطفل اللي مسك التابلت ده جواه طاقة مجبوطة كتير بدأت الطاقة دي تتراكم مش بيرسن مش بيتحرك مش بيبدأ ده ممكن يتحول لمشكلة فيه ايه طبعا ما انا كلمت حضرتك ان احنا عندنا مهارات داخلية زي ما احنا ما قلنا هو بيشغبت لا يبقى عنده مهارات الرسم بيتنطق كتير لا انا اشوفه هو بيمارس رياضة ايه وانا ادور عليها حركته زيادة لا طبعا لا لقيت غير المعدل الطبيعي بمعنى بالفلاحي بتاعنا كده ان هو عامل زي المطور شغال 24 ساعة ما بيقعدش خالص غير لو نام لا ده بندخل بقى في شق تاني الطفل اللي هو في حركة الـ A-D-H-D فبالتالي بقى بنتابع بنلاقي الأم بتشتكي لو اخدته معاه في السوبر ماركت السوبر ماركت بيشتكي منه الجرام بيشتكوا المدرسين بيشتكوا المدرسة بيشتكي ما بيقعدش فبالتالي الأم بتتابع الفترة دي لمدة 6 شهور وبالتالي بتلجأ لخصائيين نعمل اختبار الـ A-H-D تمام بنشوف بقى إذا كانت النسبة طبيعية ولا لا وبعد كده بنديها بقى الحلول والعلاج طبعاً بيمارس رياضة إذا كانت الحركة بتاعته زيادة بنقل السكريات بتاعته بنقل اللي هو بيأكل شوكولاتات كتير موضة حفظة كتير حاجة دي بتدي هايبر أكتب كتير أو بتخليه مش قاعد وللأسف بيبقى عارف الصح من الغلط بس هو شغال زي ما نحن بقول كده عامل زي المطور مش بيفصل عايز أي حركة عايزين بقى حمول الحلول بتاعت طفل فارط الحركة بدور خليه يروح يمارس رياضة بس مش عنيفة لو هو عنيف ما خلوش يمارس رياضة مش عنيفة أقلي السكريات منه المواد الحفظة الحاجة الحلوة طبعاً لو أنا عطيته تابلت هتلاقي قدام التابلت أنامي مهاراته أو دي مركز متخصصة إنه هو تقعده فترة ممكنة هو لو بيجب يعد خمس دقيقة على بعض في البيت؟ لا إحنا كأخصائيين بيبقى فيه برنامج متخصص لديهم كل حالة بتختلف عن التانية بيعد فترة على قد ما إحنا ما نقدر الفترة بالطول لا إذا الجلسة دي قعد عشر دا لا الجلسة اللي بعدها ربع ساعة الجلسة اللي بعد بنبدأ الموضوع طبعاً لو الموضوع أوفر قوي فرط الحركة مش طبيعية من التالي نلجأ لدكتور مخو أعصاب بياخد حاجات تهدي الدنيا زائد الشغل بقى معنا كأخصائيين طب خلينا بقى نقول دلوقتي عشان الكنترول بيبلغني الوقت خلاص خلص عايزين نقول روجت نصايح كده بسرعة 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 على كل الأمهات اللي سابعنا دلوقتي مفتوحة يعني؟ ندي نصايح في نطاق الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ننصح أسرنا المصرية إنها تتعامل مع أطفالنا إزاي؟ طمام أول حاجة أنا حاب أتكلم عنها التلفزيون ممكن لو هو متعلق بالتلفزيون لا اعمل واجبك وانت لك عشر دقيقة أو خمس دقيقة هتسمعهم ده بالنسبة لجزء المذاكرات فيه حاجة تانية كمان لو هو بيرسم زي ما احنا قلنا من شغبة طويوي أشوف مهرته فين؟ فيه حاجة كمان اللي هو أبعده كتير ممكن برضو نقول البعد عن التابلت لفترات طويلة أيوة التحفيز أحفزه وفيه حاجة تانية كمان حلوة قوي بتجيب نتاج جميلة جدا جدا مع وليها الأمور لو أنا عملت لوحة وحطيتها في قط النوم بتاعته كده بتاعت أولادنا وقست منها كده أيام الأسبوع وحطيت الألعاب أو الحاجات اللي هو عايزها هو حبيبها وعلمت على كل حاجة كده وقلت له أنت لو النهار ده جبت أربع علامات صح لك هدية معينة هنأكد عن نقطة دي الكلمة اللي انت هتقوليها هتنفزيها وفيه حاجة تانية كمان موضوع العقاب معاقبش قدام أصحابي بقى وجراني والحاجات دي العقاب ما بيني وما بين ابني يبقى النصائح اللي احنا بنواجهها النهار ده اسمعي ابنك قبل ما تعاقبين خليكي أد كلامك اهتمي بأولادك وزني ما بين الثواب والعقاب دي كانت أبرز النصائح اللي وجهته لنا دكتور نجوة السيد أخصائي التربية الخاصة بشكرك جدا على وجودك معنا إن شاء الله يكون لنا سلسلة لك وقصة تكلم فيها عن الموضوع ده شكرا جزيلا شكرا لحد عزيزي المشاهدين دي كانت المحاور اللي قدرنا أن احنا نطرحها على ساحة النقوش أتمنى أن نكون قدرنا أن احنا نوصل معلومة أو نصيحة تفيد كل أسرنا المصرية وفي النهاية خليني كده أقول لكل السادة المشاهدين كن أفضل ما يمكنك أن تكون ودعي الناس يقولون ما يقولون واعلم أن الكون له رب يقول للشيء كن فيكون لست أفضل من غيري ولكنني أملك قناعة قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بأحد القناعة والرضى أعزائي المشاهدين هم أهم الحاجات اللي أنا ممكن أكتسبها في حياتي تقدر تحول حياتي 360 درجة دي كانت أهم الرسائل اللي بنوجهاها خلال حلقة النهاردة أشوفك الأسبوع الجاي في نفس الموعد دمتم في أمان الله تحياتي عبد الرحمن سيد